السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وسحة جيدة وانتم ما كتشوفوا معي هذا الفيديو إن شاء الله سنجدوا حد الخبز رائع في حال ديال المخبازات أو في حال ما أريد أن نقوله في حال ديال الزنقال اللي كيتبع في المغرب في حال تماما ديال الملين المحلات أو للمخابز هنا عندي إزلافة ديال السميدة عفوا ديال الفينو ركشفته كدير هو هرا هو السمولين اللي عنا هنا الناس اللي في أمريكا وهذا الفورس الفورس البيض أولى الفورس تكسفر ماشي مشكيل مهم يكون قد القياس ديال طحين الفورس قد القياس ديال السمولينة أو السميدة معلقة كبيرة ديال السكار ومعلقة كبيرة ديال الخمرة ديال الخبز إما المعجونة إلا كانت ديال المعجونة اللي في حال المعجونة كانت تكون معلقة وزيدة شوية كانت هاد الحبيبات معلقة كافية ومعلقة ديال الملحة صغيرة وخمارة ديال الحلوة ديال الخمارات الحلوة كتدير الدور ديال فحلا قلتو محسل الخوبص محسل الخوبص عفوا محسل الخوبص كتخليهم مفشفش ومن فوق وانتوما غادي تشوفو كي يجي وكاس والماء على حسب الخالط ما عندي انا كاس كبير الماء دافي ومعلقة وحتج وجمعلقة كبار ديالزيز هنا غادي نشد نخلط كامل النواشف كاملين غادي نخلطهم بغيت وزع جنوب يديكم بغيت وزع جنوب الخلاط ولكن مع ذلك غادي نشبتها وغادي نتلكها بيديا نتوما غادي تشوفو هنا كي ما شفتوا دارت النواشف غادي نضفل هديك جوج مع القبار ديالزيز وغادي نخلط ومن بعد غادي نبدأ نضيف الماء راهو الله القصامر بنتكي جيزوين وخفيف واشيج الناس اللي كيبغيو غي الزرع بوحدو ما كيبغيوش الفورص ممكن تديروه ولكن را كيجي شوية قاسح ما كيجي شوية تقيل هذا لأن فيها الفورص كيجي خفيف والفورص معروفة راه كيهجج الخبز هنا صفي كان بدأ نخلط في الخلاط الكهربائي في اللول كان بدأ غير نفو الصغير تكي تخلطو ديك المكونات كاملين من بعد عاد كان بدأ نضيف الماء وكان جاهد في الباط في ديك العجانة حتى كيتخلق ديال خالط كله بوحد الطريقة ممزوجة كاملة صافي هنا يا مني كانسالي هانسو ماشي ترق هذه العجينة كيك تكون خفيفة وكتلصق في اليد كيك تلصق ماشي يكون تقيل العجينة هانسو ماشي هانسو ماشي شوف كيك تسويلي هانسو هانا هكا هده وش كل ديالها هانا غادي نحيد منها هديك الهوالي فيها وغادي نبقى ندلقها بيدي مزيان باش نزيد عاد نطلق العجينة لانا هديك العجانة ها هكا تكون يلا هكا تجمعها وصافي ولكن انا مني غادي نبقى نطلقها بيدي غادي نبقى نطلقها مزيان حتى تبقى تسمعوا ديك ترتقى في العجينة في حالك تتعجنوا في بيديكم معها وفي نفس الوقت بني كتتزي العجينة كتبقى في حالك تضربها مع ذاك البطاجة او ذاك البلصافين كتعجنين كيماشتوا الطريقة ديالي هانا ها غادي ندلها هادك المول اللي غادي ندير فيه لالعجينة باش تخمر وفي نفس الوقت غادي ندهلها القشرة ذاك الفوق خاني ديالها باش مقدرش ذاك القشرة اللي كتكون ديال الريح كيماشتوا هنا هيا ديالكتهم زيان بيتديرها واحد عشرة دقائق ولا ولا تمانية دقائق ولا وانتو ما كتعجنوها بيديكم انا غايا ما صورتش كل شي غايا باش نوريكم الطريقة باش عجنت من بعد غادي ننغطوها بسلوفان وغادي نديرو عليها شي زويف يكون ادافي ونخليوها على جنب حتى تخمر وتضاعف الحجم ديرها هانا جيت نشارك معكم واحد طواجن ديال اللحم بالشيف لور بطريقتي انايا وطريقة اللي تعلمتها مام الله يخليها لي هنه غادي نستعمل مطايشة وبصلة بصلة تكون موين ومطايشة تكون كمي برا شوية لانه الشيف لور كي يحتاج مطايشة في حاله تقريبا في حال لاريكو او لالوبيا الخضراء غادي نشديك البصلة غادي نشلدها غادي نشلدها في حال اللي شفتو ثم غادي ندير فطاجين غادي ندير الزيت مبدئيا وكيما قلت لكم نديما كنت قلت لكم في واحد الفيديو سابق كنت قلت لكم بصلة والزيت وكتشحرهم مع الجاج او لكتشحرهم مع الحم راكتلق واحد نسمة رائعة ثم يتشحرون نيت بلا عطرية بلا ملحة بلا يديك ولا يخليك كتشحروا غير البصلة بوحدها وكتبقى تديها وجيبها فطاجين او لفطاوة حتى كتطلق داك الماديالها وكتولي داب عاد كتولي تعطريها وكتساعد كتدير الخضراء ولكن دابة قمت بتحليك تشحر بوحدها واحد المودة حتى تطلق داك الماء ودىك العسارة ديك البصلة وكتشمي واحد الريحة زوينة زوينة ديك البصلة بوحدها بلا عطرية بلا والو هنا صافراني البصلة لها تشحرات غتي نضيف هنا شوية ديك البزار هنا سكنجبير من مرة غتي نضيف شوية ديك البزار وكتشمي تدف شوية اضفت شوية ديال الملحة من مورها غادي نضيف خرقوم هذا الخرقوم عرق هنا غادي نضيف نغيزة ديال الما دافي فوق ديال عطريق غادي نحاول أن نحاول نقلب اللحم حتى يتلبس ديال أضفتك غادي نغيزة شوية غادي باش يتطلق ديال عطريق أضفت لحن كدرها أكثر أضفت ديال اللحم و هل قمت لكم قمت لك افضل قطعه او رائدات سوف يكون بخيخ شرقي اذا اريد ان يصلحه بشكل مباشر اذا اضعته مباشرة و اضعته في الطاوى او اصبته به اضعته في الضجين و اضعته ماء اغلاء اضعته في الغلاء و اضعته ماء اصبه اصبته اصبته عجينة ضعفة الحجم وخمرات اضعوا الى موين اضعوا الى موين حاجة الى موين وكادلوا في موين نحاول نجمعي بيدو حدا باش ندخل هذيك الجمعة دي للعجينة نحاول ندخلها الوسط باش منيك يتقرسو ما كتبقاش عيبة ومنيك تنفخ العجينة ما كيبقاش فيها هذيك العجينة بحلقوتهم جموعة الوسط صفي مهم هذي الطريقة ديلي باش غدين نجمع العجينة وانتم مكتشوفوا مهم ليبنت لاشي طريقة ساهلة تديرها أنا الطريقتي هي هذي صفي قتل تقريبا هذي اللي غادي نسالي وغادي نحاول ان شاء الله نغطيهم غاوحد خمسة دقائق ولا عشرة دقائق غالما كيرتاحوا شي شوية هانتم ماشتي بني كيرتاحوا حالكتولي تطلق عاوتيني العجينة من ده جديد هنايا عندي سميدة او لا سبيسيال سميدة رقيقة او لا سبيسيال حنا عنا سومولينا هنايا رالبناد امريكا غادي يعرفو هادا هو اللي كنستعملو بي حناية الملوي كنخلطو انايا شوية دي الفوس وكندير به الملوي وبنسبة للحرشة هو نفسو كنخلطو به سميدة الغلايضة شوية وكندير به الحرشة مهم هاد سومولينا هو المساند الرسمي دينا احنا هنا هو الفينو هو اللي كندير به الملوي وكندير به الحرشة ولكن راه هو كيجي غزان عندما هنمني كنقرس هرا كيكونوا هادو كادي كل بوايقات ديال العجينة كيكونوا كيخرجوا ليا مجناب في حال الشكل اللي ما تكون يكدير المخنفر كيكونوا عجينة مرتاحة ومطلوقة كيعطو دوك البوايقات اللي كيخرجو وهناي كم ما شفتو انا هنا طلقت دارت طحين وطلقت العجينة هانتما ومنين قد نطلقها كنولي نقلبها على الجهة الاخرى باش هاديك الصبعال اللي تترساولي في التحت في ديك الوجه التحتاني راهولي غادي نعود نرجعو الفوق باش ما كيبقوش دوك الصبعال وإلا عندك الدلك وبغيتي تستعملي الدلك كان أحسن أنا ما كيعجبنيش ندير الدلك لأن بعض المرات ما كتجينيش لخبزة ضايرة ولا ما كانش لخبزة ضايرة نيز ما كتعجبنيش كتعجبنيش تكون فينيا وخبزة هاكم بين هاكم محسكة زعما مقادة هنا يشوفوا هانتما الطريقة كيبما قد لكم سمحولي لطولت عليكم الفيديو رغي باش كنشرح لكم تشوفوه مزيان هانتما دابه هنا تترساولي الصبعال ديالي أنا غاتي نقلبها هانتما ماشتي التحتاني اللي كانوا تترساو أراني عاودت وقلبتها وهذا وقرسها مهم أنا غير كان نحاول نشرح لكم بسط لكم وصافي وانتما رأي كلها وحدات بارك الله ركاد عرفت صفوه في الخبز عامتما الوسط كتبقى يتربغي جنيبات حالك باش الوسط كيبقى شوية من فش فش وصافي هنا مني غاد نسليد الخبزات كاملين ديالي غاد نغطيهم تا هما يرتاحوا عاودتاني واحد شوية لأن هات الخبز رأي كيرتاح تلت تلتة بعض المرات كتغطيه هو عجينة كتولي تغطيه هو مقرس عاودتاني كتغطيه هما هكا خبزات وعاودتاني كتولي تغطيه باش غادي خمرا عاودتاني للمره تالتة هنا انا ما عنديش زيزوار زيزوار يكون ديال النقي هنا اختيت غير هادك ديال الفنتا او الفيليل اللي كيقبطو به الدرة هادك انا حليته وخلاص غصلته عاودتاني بميها ونشفته وقطعت به هاد الخبزات باش كيجيو في حال ديال الزنقة صافي كتقطعيه بديك الطريقة اللي كتلقي كتطراصيه وكتشديدك البخاخ ديال اللي ما كيكون نقي خاص غبل المطبخ كتشدي وكتديري فيه لما عادي وكترشي كترشي فوق الخبز باش كتجيديك القشرة كتشربو شوية كيشربها شوية القطعين وكتجي مقرمشة ما زال غادي نغطيه يرتاح وغادي تشوفو معايا عاود ثاني شنو غادي نعاود ندير هنا يشوفو الحم اراها تقريبا شوفو المرايقة أنا زالت هنا يا مرايقة شوية زايدة على المرايقة الأخرى على المرايقة اللي كنت درس في المرة اللولة هنا كنشد هادك الشيف لور وكنحاول مثلاً ديهو نجيبو في ديك المرايقة باش كي ياخد الماضاق ديال المرايقة ما كيبقاش منعزول بوحده علاش لحقاش هو طيب تقريباً راه مسلوك واحد ثلاثة دقايق ولا ربعات دقايق في الماء بمعنى راه خصو يداروري ياخد ديك المرايقة ديال هادا ديال الطاجين وفي نفس الوقت سمني غادي يكون كي طيب أنا راه غادي نهزب المعرقة كل شوية كل شوية وغادي نبقى نضيف له فوق منو هنا شرمولة اللي كنت قلت لكم هادي مدقيتش فيها التومة غليتها غي القصبور والمعدنوس وقال القصبور اكتر هنايا وكنزد عليها ديما كما نقول لكم زيت عادية حتى كتطلع الفوق كيتغطى وكتبقيتها الزي من بعد كتستي كتحولي تستي وكتستي شوية ديال الشرمولة كيجيك سهلها كالطاجين او لا مثلا وكتكون عندي وحدة اخرى خاصة بالحوت او لا خاصة باي حاجة فيها الشرمولة بلا ما كتبقى كل مرة تطقي هنا كما شفتو خلط سمعة مارتيشة مارتيشة كتكون زيدة شي شوية لانا هاد النوع ديالتواجن كيبغي الحموضة ديال مارتيشة صافي من بعد غادي نشدو غادي كما شفتو اهنا غادي نبقى ندير ديال المريقة فوق مارتيشة وفوق شيفلور في نفس الوقت هلاش باش كتبقى تشرب وكل شوية ينفوك يبقى يغلى كان بقى ندور الطاجين وكان عاود نبقى نشدو وكان حاول نفرق ديال المريقة كاملة على الطاجين هنا صافي سديت على الطاجين ونقصت شي شوية العافية هنا ان شاء الله جيت على ود باش نشوف الخبز هاد ومشتي هرا كيضاعف عاود ثاني الحجم هو هاد الخبز كلما خمر كلما كيعطيك نتيجة احسن عاود ثاني غادي نشد المرات ثانية غادي ندير ذاك البخاخة عاود ثاني بنفس الطريقة ديال الما غادي نبخوه من الفوق باش غادي يخد ديال القشرة عاود ثاني شوفه ورا كيبا كيبري هاديك القشرة هي اللي غادي بقى شده فيه دابا صافي من بعد غادي نشدو ان شاء الله وغادي نديرو في الفران الفران عندي هنسو ماء هدا بنسبالي ديال ديال 350 دراجة هنا غادي نشدو شيئينة اللي كيدخل الفران مايكونش كي تزرس ماهكا اليمينيوم او الا اينوكس وكتديري فيه الماء وكتحطي حتى كيسخل الفران وهو هاديك اللي ايناء في وسط منه مني كيسخل الفران كتشدي كتدخلي الخبز وكتبقى كتبقى كل مرة تطلع لي حتى كيطعم شوفه التحميرا ديالو كتجي رائعة والقلمشة ديالو كتجي فنة والداخل ارتب ومن الفوق ديال ديال القشرة ديال التقلمشة هانتو ما شوف راه غزال غزال كيجي وبنين واحد الريحة في الكوزينة والله ما نقول لي كومز عمصة راحة الله ريحة زوينة بحرشيف الراد يزنقا كيطيف هانتو ما الطاجين زوقت هنا بدك الحامضة هكا مصيرة شوفوا الخبز كيجي راه زوينة طيطب وهنا راه فيه سميدة فيها عفو انا ماذا كنقول سميدة فيه الفيلو وفيها الفورس بمعنى راه القياس ديال الفيلو راه نفسه الفينو الفينو القياس ديالو نفسه ديال الفورس هانتو ما وكيجي زوين وفي صحي في نفس الوقت أنا بالنسبة لي راه ما كنقدرش على الفورس بوحده هانتو ما كيجي زوينة وهانتو ما كين فش فش وش كل يدلو ديال الفش فش راهية هديك جوج حتى لثلاثة المرات وهو كيخمر وانتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وبصحة والراحة